اشتركوا في القناة في قطاع غزة والضفة الغربية وخطر التصعيد المتنامي في المنطقة والجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والأعيان المدنية وإطلاق سراح الرهاء والمحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق كما تم مناقشة أوجه التعاون بين اللجنة والأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن في المسائل المتعلقة بحماية السلم والأمن الدوليين والتنسيق الجماعي الرامي إلى تغليب الحلول السلمية لتسوية الصراعات والنزاعات في المنطقة العربية